موسيقى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرحبا بكم أعزائي طلبة وطالبات الصف الحادي عشر علمي معا في مادة الفيزياء من جديد سنتعرف اليوم على التمدد الحراري بعدما تعرفنا في الحلقات السابقة على قانون الاتزان الحراري وقوانين التبادل الحراري ولكن تابعونا بعد فاصل قصير مرحبا بكم من جديد عدنا وناقشنا في الحلقات السابقة عن مفهوم الحرارة والتغير في درجات الحرارة قوانين التبادل الحراري والاتزان الحراري سنتعرف اليوم على التمدد الحراري الذي يحدث للأجسام أي سنتعرف على تأثير الحرارة على المواد سنتعرف اليوم على التمدد الحراري الذي يكون تأثيراً بالحرارة أي تأثير المادة على الحرارة وسنتعرف على تطبيقات كثيرة في حياتنا لتأثيرها في الحرارة عند ارتفاع درجة الحرارة فإن المواد في داخلها جزيئات تهتز فتتأثر هذه الجزيئات وتتأثر اهتزازاتها فتزداد هذه الاهتزازات وتتباعد هذه الجزيئات بفعل زيادة الاهتزاز عند ارتفاع درجة الحرارة فإن الحركة الاهتزازية للمادة تزداد فتبدأ الجزيئات بالتباعد عن بعضها البعض بسبب هذه الزيادة في الحركة فتبدأ المادة في التمدد وطبعا العكس بالتبريد فإن عند تبريدها فإن حركتها الاهتزازية تتناقف فتبدأ هذه الجزيئات بالاقتراب من بعضها البعض محدثة الانكماش لنتعرف أكثر على التمدد التمدد والانكماش يحدث لحالات المادة الثلاث السائلة والصلبة والغازية ولكن هناك حالات استثنائية لبعض المواد لا تنطبق عليها عملية الانكماش والتمدد سنتعرف عليها في حلقاتنا القادمة التمدد يكون في المواد الصلبة أكثر منه من المواد السائلة لنتعرف أكثر على التمدد والانكماش في حياتنا لاحظ عزيز الطالب في هذه الصورة تظهر عندي سكة حديدية يتم رصفها ولاحظ أن هناك مسافة بين قطبان السكة الحديدية لماذا توضع هذه المسافة؟ يراعى عند إنشاء السكة الحديدية للقطارات بترك مسافات بين القطبان الحديدية لاحظ عزيز الطالب بأن القطبان الحديدية مصنوعة من الحديد وهو مادة صلبة والمواد الصلبة تتأثر بالحرارة بأنها تتمدد الحديد يتمدد إذن محتاجة إلى مسافات تفصل هذه القطبان الحديدية عن بعضها البعض لكي لا تتأثر بتغير درجات الحرارة خلال الليل والنهار وخلال فصول السنة الأربعة طبعاً لتأثر القطبان الحديدية بتغير درجات الحرارة أثناء فصول السنة ماذا يحدث لو لم أترك هذه المسافات؟ لاحظ عزيز الطالب في الصورة عندي هنا لم تترك مسافات بين القطبان لكي تسمح لها بالتمدد فماذا حدث للسكة الحديدية قامت بالانعواج والانحناء في قطبانها ولا تصلح لسير القطارات عليها هناك تطبيق آخر وهو رصف الطرق رصف الطرق السريعة في الطرق السريعة هناك فواصل بين الطرق ونلاحظها عندما نسير على شوارع دولة الكويت الحبيبة نلاحظ بأن بين فترة وفترة في الخط السريع هناك مثل الفواصل التي تفصل الطريق عن بعضه وهذه الفواصل جدا مهمة حتى لا يتأثر هذا الطريق بتغير درجات الحرارة يراعى عند إنشاء الطرق بوضع فواصل وتملأ هذه الفواصل بمادة قابلة للانضغاط حتى لا تتأثر الطرق بتغير درجات الحرارة أثناء فصول السنة وللمحافظة على هذه الطرق من التلف والانحناء هناك تطبيق آخر ليس في الطرق فقط وإنما عند طبيب الأسنان الحشوة التي يستخدمها طبيب الأسنان لتحشية الأسنان يراعى في اختيارها بأن يكون معامل تمددها نفس تمدد من الأسنان أي عندما تتمدد من الأسنان تتمدد هذه الحشوة بنفس الكيفية وبنفس الزيادة لكي لا يتأثر السن بتغير درجة الحرارة إذن يراعي أطباء الأسنان استخدام حشوات أسنان لها مقدار تمدد من الأسنان مثال آخر وهو محركات السيارات هناك أجزاء مصنوعة من الألمنيوم وهناك أجزاء مصنوعة من الحديد في محركات السيارات ويراعي المهندسون أن تكون الأقطار الداخلية المصنوعة من الألمنيوم لها قطر داخلي أكبر للمحرك المصنوع من الحديد طبعاً للسماح للألمنيوم بيتمدد بشكل أكبر مثال آخر وهو إنشاء الجسور الطويلة الجسور الطويلة مصنوعة من مادة صلبة لكي تتحمل الأثقال الكبيرة التي ستمر عبرها من سيارات وشاحنات وغيرها من التي تعبر الطرق فأنا محتاجة أن يكون هذا الجسر قوي ومتين ولا يتأثر بدرجات الحرارة ولكن درجات الحرارة وتغيرها يؤثر على المادة فإذن عند إنشاء هذه الجسور يراعي المهندسون المدنيون عند إنشاءها التغير في درجات الحرارة أثناء الليل والنهار فماذا يحدث؟ تثبت أحد أطراف الجسور الطويلة في حين يرتكز الطرف الآخر على ركائز دوارة بحيث تسمح لهذا الجسر الطويل بالتمدد والانكماش وهناك أيضا شيء آخر يقوم المهندسون بعمله وهو وضع فواصل في الجسر قابلة للانكماش والتمدد وهي تكون متداخلة فوق سطح الجسر مراعيا للتغير في درجات الحرارة أثناء الليل والنهار وأثناء فصول السنة الأربعة طبعا كل هذا يحدث بسبب مواجهتنا لمشكلات انهيار أو تلف هذه الجسور فإحنا نتلافى هذا بالتطبيقات التي ذكرناها كلها ماذا يحدث لو لم نراعي هذه الخطوات في إنشاءنا للجسور والطرق؟ لاحظ عزيز الطالب بأن الطريق هنا شبح منهري والجسر لا يمكن أن يسير عليه أحد لأنه يمكن أن ينهار في أي لحظة لتفادي هذه الأضرار الممكن حدوثها نحن نقوم بالتطبيقات السابقة التي يتخذها المهندسون احتياطاتهم لتفادي ما يطرع على المادة من تغير بسبب التغير في درجة الحرارة ولتفادي الأضرار الممكن حدوثها لنتعرف أكثر على هذا التمدد سنتعرف على التمدد الطولي في حلقتنا هذه أما الحلقة القادمة بإذن الله سنتعرف على التمدد الحجمي أتكلم عن التمدد الطولي للأجسام الصلبة على ماذا يتوقف التمدد الطولي للأجسام الصلبة؟ من العوامل التي تتوقف عليها التمدد الطولي للأجسام الصلبة واحد طول الجسم الأولي أي قبل حدوث أي تغير في درجة الحرارة ورحنا نرمزها بالرمز L0 ودلتا L اللي هو التمدد الطولي للأجسام يتناسب طردياً مع طول الجسم الأولي L0 أو L0 أثنين التغير في درجة الحرارة دلتا T وهو T2-T1 أو T-Final-Tin أو درجة الحرارة النهائية للجسم ناقص درجة الحرارة الابتدائية ودلتا L تتناسب طردياً مع دلتا T أيضاً يتغير التمدد الطولي بتغير نوع المادة إذن هناك ثلاث عوامل للتمدد الخطي الطولي للأجسام الصلبة العامل الأول هو طول الجسم الابتدائي أو الأولي التغير في درجات الحرارة ونوع المادة كيف يمكن أن أضع العلاقات الثلاثة أو العوامل الثلاثة في علاقة رياضية وقانون عرفنا بأن التمدد الطولي للأجسام الصلبة يتناسب طردياً مع الطول الابتدائي أو الطول الأولي التمدد الطولي وهي تناسب مع دلتا T تناسباً طردياً أقدر أكتب الخطوتين هذين في خطوة واحدة بحيث تكون كالتالي دلتا L التمدد الطولي يتناسب طردياً مع الصفر اللي هو الطول الابتدائي مضروب في دلتا T اللي هي التغير في درجة الحرارة أنا محتاجة أني أتخلص من علاقة التناسب وأضع بذالها علاقة يساوي ولكن أنا محتاجة إلى ثابت لكي يحافظ على هذه العلاقة ذكرنا عاملين من العوامل التي تتوقف عليهم التمدد الطولي ذكرنا تغير في درجة الحرارة ذكرنا الطول الابتدائي بقي عامل واحد وهو نوع المادة بدراسة العلماء لمواد ولأنواعها المختلفة اكتشفوا بأن ألفة معامل التمدد الخطي هي العامل الذي يمكن أن نضعه بدال الثابت اللي راح يكون عندي في علاقتي الرياضية فراح تكون العلاقة الرياضية حقي دلتا L تساوي ألفة النود في دلتا T إذن قانون التمدد الطولي للأجسام الصلبة يساوي ألفة النود في دلتا T ألفة تسمى معامل التمدد الخطي أو معامل التمدد الطولي ويقاس بوحدة لكل درجة سيليزية إذا حبينا أن نمثل بيانياً العلاقة اللي عندي ما بين دلتا L والصفر اللي هي الطول الابتداعي عرفنا بأن العلاقة بين دلتا L والصفر هي تناسب طردي فإذن الرسم البياني راح يكون لها خط مستقيم مع L يمر بنقطة الأصل لأن دلتا L تتناسب طردياً مع الصفر ولو حبيت أني أرسم العلاقة بيانياً ما بين دلتا L و دلتا T راح تكون أيضاً خط مستقيم مع L ويمر بنقطة الأصل لأن العلاقة بين دلتا L و دلتا T هي علاقة تناسب طردي نقوم بتطبيق هذه العلاقة اللي احنا تعرفنا عليها من قليل لو كان عندي ساق من النحاس طولها 8 من 10 متر في درجة حرارة 25 درجة سيليزية احسب التغير في الطول إذا سقنت إلى درجة 45 درجة سيليزية علماً بأن معامل التمدد الطولي للنحاس هو 1000 تساوي 17 ضرب 10 أو السالب 6 لكل درجة سيليزية نقرى المسألة مرة ثانية عشان ناخذ منها المعطيات ساق من النحاس طولها الابتدائي الصفر لها 8 من 10 درجة الحرارة الابتدائية لها 25 درجة سيليزية سخنت أي إلى درجة 45 أي درجة الحرارة النهائية لها هي 45 درجة سيليزية ومعامل التمدد للنحاس هو 17 ضرب 10 أو السالب 6 لكل درجة سيليزية العلاقة الرياضية اللي أنا استنتجتها في من قليل دلتا L تساوي 1000 النوت دلتا T والمعطيات عندي موجودة في المسألة في البداية أوجد دلتا T اللي هي راح تكون 45 ناقص 25 راح تساوي 20 درجة سيليزية أعوض في العلاقة الرياضية 17 ضرب 10 أو السالب 6 اللي هي 1000 ضرب 8 من 10 اللي هي طول الابتدائي ضرب 20 اللي هي التغير في درجات الحرارة راح تساوي 272 ضرب 10 أو السالب 6 متر إذن التغير الحادث في الطول 272 ضرب 10 أو السالب 6 متر راح تكون عندي هي الإجابة ناخذ تطبيق آخر لدي سارية علم طولها 3 متر وهي مصنعة من الألمنيوم وفي درجة حرارة 25 درجة سيليزية يتغير طولها بمقدار 346 ضرب 10 أو السالب 6 متر إذا كان التغير في درجة الحرارة هو 5 درجات سيليزية والمطلوب هو معامل التمدد الطولي لهذه السارية المحضيات اللي عندي تقولي بأن دلتا T تساوي 5 درجات سيليزية حسب ما قالها قال التغير في درجة الحرارة يعني أهو حسب لي التغير وما عطاني حرارة ابتدائية أو حرارة نهائية عطاني التغير في الدرجات أما الطول الابتدائي فكان 3 متر وعندي دلتا L اللي أهو التمدد الطولي 346 ضرب 10 أو السالب 6 متر رح أطبق نفس العلاقة الرياضية مالتي اللي هي تقولي دلتا L تساوي ألفا النود دلتا T وأنا محتاجة إلى علاقة رياضية حسابات رياضية اللي هي النظير الضربي لأن ألفا مضروبة في الصفر ومضروبة في دلتا T وأنا محتاجة إلى ألفا بطرف أبروحة فاللي رح أسوي النظير الضربي لكل من الصفر ودلتا T لو حطيناهم رح تطلع عندي ألفا تساوي دلتا L مقسومة على الصفر ودلتا T في هذه الحالة أنا عندي دلتا L أنا عندي دلتا T وأنا عندي الصفر رح أعوض تعويض مباشر لإيجاد معامل التمدد الطولي للألمنيوم ألفا تساوي 346 ضرب 10 أسالب 6 تقسيم 3 ضرب 5 رح تساوي عندي 23 ضرب 10 أسالب 6 لكل درجة سيليزية وهي وحدة قياس معامل التمدد الطولي للأجسام الصلبة طبقنا على العلاقة الرياضية رح نأخذ الحين مفهوم جديد على التمدد الخطي للأجسام الصلبة عندي مفهوم اسمه المزدوجة الحرارية ما هو هذا المفهوم؟ هو أحد التطبيقات على التمدد الخطي الطولي وهو عبارة عن شريطين متساويين في الأبعاد من مادتين مختلفتين قالبا ما تكون من الحديد والبرونز يكونان في نفس الطول يتم لحمهما معا يعني ملتسقتين معا كما هو واضح في الصورة إذا سخنت هذه الساق فإن الساق ستنحني باتجاه الحديد لأن معامل التمدد لكل من الحديد والبرونز مختلفين عندي معامل التمدد للحديد أصغر من معامل التمدد لبرونز فإذن البرونز رح يتمدد أكثر من الحديد لذلك فإنه يميل أو ينحني باتجاه الحديد عند تسخين الساق المزدوجة فإنها تميل ناحية الحديد لأن معامل التمدد الطولي له أقل من البرونز ماذا نستفيد من الساق المزدوجة أو المزدوجة الحرارية؟ غالباً تستخدم كمنظم حراري لأنها تتمدد وتنكمش الذي يتمدد أكثر فهو ينكمش أكثر إذن ممكن استخدامها كمنظم حراري في بعض الأجهزة الموجودة عندنا الأجهزة الحرارية طبعاً الموجودة عندنا يعتبر تطبيقاً عملياً للمزدوجة الحرارية للاستفادة من الحركة المزدوجة لها في الكماش والتمدد تنثني المزدوجة إلى الأمام أو إلى الخلف أثناء ذلك فهي تكون قد قامت بفتح وغلق دائرة كهربائية بماذا نستخدم المنظم الحراري؟ تستخدم المزدوجة الحرارية في كثير من التطبيقات أحدها هو المنظم الحراري المستخدم فيه لا يخلو بيت من الثلاجة والمنظم الحراري يوجد داخل الثلاجة الفلن الكهربائي أيضاً يستخدم به المنظم الحراري وعندي السخان أو المتعارف عليه في الكويت البيلر أيضاً يستخدم به المنظم الحراري وهناك تطبيقات كثيرة تستخدم المنظم الحراري غير التطبيقات التي أنا ذكرتها وإلى هنا أعزائي الطلبة ننتهي من حلقتنا لهذا اليوم التي عرضنا بها التمدد الطولي للأجسام الصلبة خاصة وسنتعرف في حلقات قادمة بإذن الله على التمدد الحجمي نراكم في حلقات جديدة بإذن الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة